أفدت مصادر أمنية واستخباراتية وثيقة الإطلاع عبد الملك الحوثي التقى أمس السبت في السفير الإيراني الجديد وبصحبة سبع خبراء متخصصين بالصواريخ الباليستية والطيران المسيرة من جانبها أعلنت وكالة شينغو الصينية أن السفير الإيراني حسن إيرلو الذي أعلنته طهران السفير لها مفوضا فوق العادة بصلاحيات مطلقة وصل يوم الأربعاء الماضي إلى مطار صنعاء الدولي قادما من مسقط على متن طائرة عمانية برفقة القيادي في جماعة الحوثي عبد الملك العجري وأكدت مصادر أخرى أن طائرة عمانية حملت عشرين خبيرا إيراني ضمن مئتين وأربعين شخصا أعلن المتحدث باسم الجماعة عن عودتهم إلى البلاد على اعتبار أنهم مرضى وجرحى في صفقة مع واشنطن للإفراج عن رهين أمريكيين وأثار خبر دخول دبلوماسيا إيراني إلى صنعاء بعد أن عينته إيران سفيرا لها لدى حكومة البليشيات الحوثية موجة سقط وسط مؤيدية الحكومة اليمنية واعتبروا ذلك اختراقا كبيرا وعملية استخباراتية تم تنفيذها عن طريق دولة خليجية مجاورة وتسهيلات أمريكية مؤكدين أن طهران التي أرسلت مئات المقاتلين والخبراء للحوثيين استطاعت أخيرا كسر الحظراء متعدد الأوجع على أعلى المستويات وفي حين لم يعلق التحالف العربي الذي يسيطر على المجال الجوي على الحادثة نفى مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتين جريفت أي دور للأمم المتحدة في نقل سفير إيران حسن إيرو إلى صنعاء وحتى الإعلاميين على التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي فيما علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي على الخبر قائلا سفير وخبراء إيرانيون كانوا ضمن الدفعة الحوثية العائدة إلى صنعاء مقابل إفراج عن الرهينتين الأمريكيتين وضاف متدمرا تصوروا كم في الصفقات السرية من بيع وشراء وتفيد الأنباء أن حسن إيرلو لم يتقلد أي منصب دبلوماسي من قبل وهو ضابط في فيلق القدس التابع للحرس التوري الإيراني كما أنه شقيق حسين إيرلو أحد أبرز قادة الحرس التوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية وبحسب دراسة لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب فإن إيرلو يعتبر مرشدا إيرانيا ومدربا كبيرا على الأسلحة المضادة للطيران وقالت الدراسة أنه كان قائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات في معسكرات تدريبية لتأهيل وتدريب عناصر حزب الله اللبناني عام 1999 واتسا واتسين